اعلام الجزائري الرخيص او اعلام زيقو او اعلام لي زيقو يعني اعلام قوات الحارس كما يسمى هو الشعب الجزائري وليس سمى يعني انا كنت 위해서 نفط فقط اسمية الشعب الجزائري يقول عن اعلامه هذا الاعلام الرخيص هذا خرج عن ثاني يتطاول على اسياده المغارب وهنا هذا الموضوع مهم جدا لماذا مهم جدا لانه يحبون مجتمع كل نهار على ان الناس اللي عايقين بالجزائر وعايقين بالاجندات والنوايا رقل في المغارب كنا نعتقد أن الشعب المغربي صحفي دار الحقنا وكنت أنا شخصيا كنت أخذ القرار أن أتوقف في هذه القناة لأنه صحفي الشعب المغربي يعرف كل شيء من بعد كنت تصدمه دائما كنت تصدمه بأن ناره مجرد أقلية وبأن أغلبية الشعب المغربي ما زال معه شواء هذا التطاول الجديد من القناة الرسمية الجزائرية هو مناسبة لكي نعرفه للشعب المغربي على أن هذه النوايا لا نتحدث عليكم ونقوموا بصمب الموضوع وكما العادة أنتم تشاهدون حلقة للنقاش مع حاتم المرابع إذا لم تكن مشاركة تشارك معنا في القناة دعونا عليك لايك وإخبار تأتي الفيديو لكي تعمل فائدة وكي نعرف ما يكونون مجرين لنا سقوط أخلاقي سافر لمدرب المنتخب المغربي ولاعبيه عقب مباراته ضد الكونغو الديمقراطية حيث خرجت عن إطارها الرياضي بعد أن افتعل المدرب برقراغي شجارا مع أحد لعبي المنتخب المنافس تصرفات مشينة واعتداءات لرياضية من جانب المنتخب المغربي لا تشرف الكرة الإفريقية وفضيحة كروية دفعت بالاتحادية الكونغولية لإصدار بيان شديد اللهجة تشجب فيه عنصرية الريقراغي ولاعبيه تقرير نجوة جدي حين يغمر العبث دواليب السياسة لا تتقيأ على كل شيء بما في ذلك كرة القدم سياسة الضباع التي تدخف في صورة الأسود ما فضحها ذلك ما تخبئه ميكروفونات ملعب لورانبوكو بيكو ديفوار وكشفته الكاميرات سجل من خلالها مدرب المنتخب المغربي ولاعبوها فضيحة عنصرية وعدائية في حق قائد المنتخب الكونغولي تشونسيلن بيمبا الذي تعرض لاعتداءات جسدية ورفضية حسبه وحسب موثقته كاميرات الملعب والهواتف من قبل المدرب الركراكي الاتحاد الكونغولي لكرة القدم أصدر بدوره بيانا يعرب فيه السنكاره بعدما صدر من إهانات واعتداءات عنصرية على كابتن الفريق مبيمبا قبل أن أعلق هذا التقرير المستخد التقرير الذي يعكس الصورة من الناس الذين يصابه التقرير الذي يعكس الصورة من الشعب المجاوري ونظام الذي يحكم هذا الشعب الذي يسفقه فهذا التقرير هذا أو التعرير هذا في الجزء الأول كانت سخوفية كتدر في الجزء الثاني كانت صور الفيديوهات وكانت تعليق صوتي منه صاحبة التعليق هي نجوة جادة وفي هذا القناة قمت بتعليق حلقة خاصة ومعجبت له المنصارن خلال الحجاب وخلال التقوى وكانت ضرب الله وبالرسول وهي اللي كانت صاحبة التقرير الذي كانت تثبت فيه المغاربة والشعب المغربي وخاصة المغربيات والشرف هذه الكرغولية التي أعززها لها المرتديله وعززها لها حتى الطاكوس التي اسمتها نجوة جادة يعني فيما كانت عامل موسخ يأتي هذه النجوة جادة وكتدر لهم التعليق الصوتي ويالي توجد الكلمات ويالي توجد تقرير يعني تبدعه في العفن يعني تبدعه في الواسخ وكتعطي صورة مشوهة جدا للمحجبات في الجزائر يعني إذا كانوا محجبات في الجزائر بالموسخ والموسخ والموسخ رأي بسبب هذه النجوة جادة وبالقوصين قبل أن ندخلونا على الرياضة ونفضحوهم بالأدلة لا يوجد الكلمات والإنشاء بالأدلة وبالفيديوات والصوار والبلاغات أريد أن نوصل الرسالة لأن أي مغربي أو أي مغربية يعتقدون أن الجزائر تعادي المغرب في ملف الصحراء فقط ورقلتها سبعين مليون مرة رأيت لكم بأن الجزائر لا تعادي المغرب فقط في ملف الصحراء الجزائر تعادي المغرب في كل شيء إذا عندهم الإمكان يقطع لنا الأكسجين وعندما لو انتهى الملف الصحراء المفتعل يبقى معنا بنفس الواترة وبنفس الهجومات وبنفس الضغط رأي ذلك الناس لا يمكن أن يعيشوا ملكية مغربية قوية أحدهم رأي إما هما إما إحنا رأي لا يوجد بادل ونفضحوه ونفضحوه بحرب وعقل على هذا الكلام المغرب لا يريد الحرب الشعب المغربي لا يريد الحرب ولكن ستفرض علينا ونفضحوه معهم بالحرب بصراحة التقرير هذا مصابب ومفصل على الجزائر هذه النوعات كاملة والأوصف كاملة التي نفضت تقرير الجزائري وإعلام الزيغو في الجزائر تحكي الصورة الحقيقية في الجزائر في الأول سقوط أخلاقي هذا التقرير بحديته سقوط أخلاقي المشكلة بين المغرب والكونغو وكينالاكافو وكينالكوديوو لم تدخل الكراغلة في هذا الموضوع لم تدخل الجزائر أن تدخل وتهاجم المغرب بالطريقة المنحطة والسقوط الأخلاقي الإعلامي في الجزائر انتم في هذا التقرير سوف تقول للصحافة العالمية وماذا في الإعلام والصحافة علموكم أنكم تستعملوا هذه النعود ضد منتخب بعيدا عن المجموعة ولم يتواجهكم ولم يلعب معكم يعني نحن لعبنا مع الكونغو لم تدخلوا الكراغلة لم تدخل حماركم الأسبوع الفرس نحن والناس من الكونغو ونحن والناس من الكاف وقع مشكلة لم تدخلوكم أنتم سوف تقولوا وقع مشكلة وكين تحقيق وماذا تدخلوا انتم مصافي بحل تدخلوا التحقيق وخضيتوا القرار أن المغرب هو المشكل ومشاهدوا معي الكراغولي هذا الفيديو الذي في الليبسينج يعني الذي سنقرأ فيه حركة الفم وماذا قال لهذا مبانبا مبانبا قال ليون بأنه تعرض لكلام العنصرية وأنه سبو وعير سنرى في الفيديو الحقيقي من قلب الملعب ماذا كانت يقول لله وماذا فعلا سبو وماذا فعلا نقول لي شيئا عنصرية ونرجع من بعد ماذا فعلا نعرف كيف ترون في الفيديو هذا شيئا واضح وماذا يتقل يتقل وراء ما يقول سيدي سيد ميك عليه بحل المدفز مع رأسه وبعده أصلا هو صاحب هذا التعليق لن ندخله قبل بداية المباراة يعني سيد جمشارجي سيد ميك وربما هناك دولة معينة رأيكم عارفين لماذا نقدر أعطيته 100 ألف دولار وقلت لدينا المشاكل وحاولت تستفز اللعابة المغربة لأنه طيلة اللقاء مدفز مع الحكم مدفز مع اللعابة اللعابة الآخرين ممكن تعانقهم مع اللعابة المغربة ويعرفوهم ينعبون معهم في الدورة الإنجليزية الدورة الفرنسية الدورة الإسبانية حيث كلهم جئين من أوروبا ومعقد مع رأسه ومعقد مع رأسه وتبغي غير المشاكل حتى بعد الاسعافة تقليل حاكم خرج ولا يريد أن يخرج يصبح عارفين ويصبح عارفين ولا يريد أن يخرج ومن بعد قال له لأنه منقلة الاحترام ليس جداً لك وهو الذي يأتي لك رغم أنك تطاول عليه وعلى المساعدته خلال اللقاء هذا المصدر ومعقد مع رأسه خلال اللقاء ومعقد أن يكبر البوليميك ومعقد أن يكبر القضية ومعقد أن يسلم ومعقد أن يسلم عليه ونركز على المباراة ساعة أخرى لا يمشي لعابة في حلقة يكونوا مستفزين وفي حلقة وفي حلقة وفي حلقة قصورة يوجد غينية السوائية وفي حلقة من نسخة الكاميرون يقلب غير المشاكل يعني بحلقة بلا تسلم عليه وفي حلقة تسلم على المدرب من المنتخب الآخر ويصبح حالك المهم قال لي شوف فيها شوف فيها الأخر هذا الحركة الغير أخلاقية أنا أعتبرها حركة غير أخلاقية ويقول لك نفسك بالنسبة المغاربة حلقة غير أخلاقية أريد أن يقول لي حلقة غير أخلاقية لا أفهم لأن النوايا المنوبة استفزاز منتخاب المغربي كان هناك من يقول لي بأن لا تدنيه لماذا تم تدني تدني الحركة؟ لأن أصبح حركة غير أخلاقية قال يامكك ادلي الحركة المنوبة امه الضغط المنوبة يربح بالغش امه الضغط مرحبا الماهم لماذا تحقيق تدري أيضا كديرية في الكعب وكان كانت أنبة غير مؤكدة مبلغ مدخل لكم تنة أحد ما زال أنبة غير مؤكدة أنه تم استداء الرقراجي وأيضا للاعب الكونغو وأيضا للاعب آخر ولكن هذا شيء مازال غير مؤكد غير نسكة دروسة المهم غالبا غالبا أنا كنت أتوقع أن الطرفين ستفرض عليهم عقوبة ما هو النوع العقوبات الله أعلم ولكن هذا شيء سنستفيد منه وكنت طلب الإخوان المغاربة لا يبقوا للمشاحنات مع الإخوان الكونغو العدو الرئيسي الناس الذين يدخلون عند الكونغوليين في الأول ويتكلمون باللغة الفرنسية ويقومون بحسابات مغربية لا نقول كل شيء كانوا في المغاربة يدخلون ولكن الأغلبية قلبت بعض الحسابات لهم تجدون جزائريين منتحرين في الصيفة المغرب ومالذي يعملونها في الأول وإذا تفرشوا في الفيديو من المغاربة المغاربة والذين يخرجوا تنشطوا مع الكونغوليين والتعادل والكونغوليين يقولون لهم تعدنا مع فريق كبير من المنتخب العالم والشيء عايري يعني كبير ولا تعطي لفرصة الناس كما تنسوا هذا الصخوفي هذا المنحطة هذه الصخوفية وسألونها بتعادل المرتدلة ما هو الإحساس لكم وعندما ترى اللبس ببسك تتبعوا وفي الأخير ينقذ بجمع هذه الحركة ما هوههههههههه من القانون بالفرنسية يعني من القانون بأنهه عصري من القانون بأنه صابته والعائل الذي يمكن أن يكون أطفالها هو أنك تسعب قليل هذا هو الخطأ الوحيد الذي يمكنه أن يلومه فيه لا تبقى بالعكس أن النية تقليل هنا ونريد أن تصلح معه ويخاوه يبدأ يسرح ويخاوه الذي يحصل الى المباراة هو الذي يمتلك الأطفال على المباراة ومع ذلك يريد أن تركز على المباراة فقط لانك لا تصرف معه لا تريد أن تصدر هيا تصدر يأثر عالتك لأنهم متواجدين داخل مواقع التواصل الشمال أغلبية المغربة يحبسون هذا الفيلم ويركزون على الأعداء الحقيقيين ويستطيعون لهم الإيرباك لأنه إذا لم يستطعوا لهم الإيرباك يستطيعون لهم ويستطيعون لهم هذه المشاكل نحن سوف نتعلم عن العنصرية والسبب والشتم التي تروجها في الجزائر حاليا و لا تنسوا الكاراة بأن المدرب في الماضي لا يجب عليكم هذا القديم أنا أجب عليكم غير آخر حالة شدة للمدرب الجزائري و ليس كنت عائر الصحفيين الندوة الصحفية الأخيرة في القود إيفوار أيضاً لن تستقبل الإيفواريين يتضعوا للشيء و لا يمكن أن يخدموا الناس مستقبلون و تلنيوا و تنسوا له و يقولون أنهم مستطعوا لأنه فهي مشكلة كبيرة في القود إيفوار آخر حالي عود الثاني من راح ما كان خارج و يشنق عليه و هي أجل مدربة و تنقى على اللاعب و يريد أن يضربه و أن يذوقون الخارجين أخرين سوف يضربه يعني آخر يمكن أن يتكلمون عن الأخلاق وأصاب المرتديل التقرير من الواد الحار في الجزائر. هو انه قال لك اتحادي للجهات الشديد ولكن ان تتكلم عن عنصرية. البيان الذي خرج من الاتحاد الأصلي و انه تم فبركة البيان من طرف الجزائر. بعض المنابر الاعلامي الجزائرية ان يجدون البيان و يطلقوا مصطلح دقائق العنصرية والسب والشتم. والباية الأصلية كانت في الحساب والموقع الرسمي للاتحادات الكومبو لا تتكلمون على العصرية و لا تتكلمون على السب والشتم تتكلمون على الضغوطات التي تعرض لها اللاعب مبابا يعني تقرير كله من رأسه عامر قبل كذوب و عامر غير بالتلفيق وسقوط أخلاقي لما تلاله أي إعلام في العالم سوف يرى النظرة الصوت المستعملة من طرف هذه الصخوفية و هذه المرتدلة الأخرى نجوة جادة سوف يتكلمون بأن الناس هناك مقصحين و مضرورين و يقلبون على القشاة لكي يدفعوا مع المغرب و يقلبون على القشاة لكي يدفعوا مع المغرب لكي يدفعوا مشكلة حاليا المشكلة الوحيدة التي نرى هي الجزائريين و سمعوا المدرب من المتخب موريتانيا ما قال هذا الإعلام الرخيص في الجزائري دعا عبر من قطعة طريقة من تصف الغد هذا المغرب عن هذه المغرب من الزائر فى البسخة هذه المغرب من مستوضوع من شهر فلم أتفاق الرجولة بأبال مدرب من المغرب المغرب من مغرب من أفرح في العالم جديد قال لنشرحي المضربين جديد جبيد قال قد صحيح لا أجد لا أعطي لا يؤلس يقول ا проход جديد أعطي هذا جديد يقول لديك بعض المعارضة في الوصف فهو الوصف إذا كنت أخبرتك وكذلك أخبرتك وكذلك أخبرتك فهو لا يحتاجه المدرب من المنتخب الموريتانيا بعيدة للمخزان وبعيدة للمغاربة وبعيدة لنها لم يكن أضطروا عليه الرأس وقال لكم أنتم في الإعلام الجزائري لفقتوا لي كلامنا لم أقلتوش أنا لم أمر بالماضي وأنا لم أعطيتوش الأوامر وأنتم لم أقلتوا لي هذا الكاذب يعني بعبارة أخرى العالم بأسري والعالم الرياضي بأسري وكل شيء عاق بكم وكل شيء عارفكم إعلام الوضع الحار هذا المدرب من الموريتانيا تقول لكم أنتم لديكم الإعلام للبوز إعلام للكاذب تدروا كذبها وتنفقوا فيها وتنشرها لكي تضغطوا إلى الخصوة وهذا سقوط أخلاقي لماذا سقوط أخلاقي؟ لأن الجزائر ستواجه موريتانيا يعني هذا الكاذب والبروفاقاندا الجزائرية ضد المدرب الموريتاني هو يضغطوا عليه ويتعتروا ويربحوا المباراة خاصة أن المباراة كيف يمشوا البارح كل المتدارك ومشوا الباليزة لذلك الموريتانيا ستكون عام رب واحد جدت المليون دولار دامعة ومشافرحان المهم المباراة مشرية إذا ربحت الجزائر اليوم المباراة مشرية وإذا ربحت الجزائر اليوم كان طالبه الكاف أن تفتح تحقيق قد يباين فيها الخوار وهذا المدرب الموريتانيا وفضحهم بالعلالي وقال لهم إعلام مستحمص إعلام الوضلحة وصدق الشعب الجزائري الذي يسميكم إعلام الزيغو ماذا كانت تقرير في العالم؟ قناة رسمية تتكلمون على تتقيع ماذا كانت تقرير تقول تتقيع؟ ماذا كانت تقرير في السبيطار أو في الزنقاء أو في درب؟ أشهد المستوى للإعلام الجزائري الرسمي والقناة الجزائرية الإخبارية الثالثة يعني القناة سديل الدولة يعني الدولة تقول في تقريرها تتقيع الدولة الوحيدة التي تستعمل السياسة في الرياضة هي الجزائر وفضحناكم ماذا كان من مرة وقلنا ماذا كان من مرة وبالآذلة وذلك واضح وبالآذة فبلا ما تدوفون وبالآذة تنعتون به قلتوا علينا الخميسات 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 أصدقنا مكتشفين مرتدلة قلت لك تتقيع والله لا يوصفوا رسم هذه الناس الذين يكتبون لهم تقرير يوصفوا رسم وبالآخر يحيدوا جزائر ويقوموا بلاسة المغرب هذا غير يعطينا المنطقة هذا المغرب يسمى الأسود في الأطلس لاعب مع الكونغو هنا المجموعة السادسة الجزائر لا أعطينا مجموعة مهمة لا مجموعة الرابعة أو المجموعة الثالثة المهمة المهمة تخرجوا في الإعلام الرسمي لهم يوصفوا المغرب بالضباع يعني لا يوصفوا أسود وصابقوا في تقارير أخرى يوصفوا بقيتات الأطلس ثم ما لكم مقصحي للطلس ثم ما لكم معذبون في الأرض ومساك إينات واصلة فيهم تلعظم من أن شخص يبدأ يسابك وهذا شيء تعرفون بأنه لا يجب أن يجب أن يكون هذا يجب أن يسابه ويجب أن يسابه ويجب أن يغوت هذه اللغة للضعف وهذه اللغة لكم كتبين على أننا رابحي للمعركة الإعلامية وأنكم مضرورين قدرنا لكم في قد الضيبار مع عمركم الشبحان وأسود عليكم وإن شاء الله سوف نبقى أسود عليكم والوصف للضيباع يلق بكم مليون مرة يعني تجيبوا ذلك اللاصق يعني تتعرفون وصفوا رأسكم وكتعرفوا تتعرفوا ذلك فعلا أنتم ضيباع لأن الضيباع معروفة بأنها خوافة وجبانة تقدمها وتمشي وتأخذ غير الشياطة وتخاف وتأخذ غير أسد واحد يعني الأسد وتخلصوا يكون قريبا يموتوا مريض وبوحده عاد الضيباع يقدروا يغلبوا وتساعد أسد المغربي بكل قوة وتساعد شيء كامل الذي يستطيع في الإعلام الجزائري في مواقع التواصل الاجتماعي سواء في الجزائر كتونس أو مصر أو غيرها لأنكم كاملين خايفين من المنتخب المغربي وكاملين خايفين من المدرب الرقراجي وقرأتوا ما يمكنه من المغربي ويطيرون من المتخب لكي لا يكمل المصر وهو المرتدل وهو الحجزات ولم يحتاج فرصة ميكروفونة ثلاثة تلفزن ربما أردتك في الفيديو ما الذي يقوله من المغربي ومن بعد يقوله وأنها ترى وأنها تسمى عنصري وأنها تسمى وأنها تسمى فقرأ له لأنها لم يقرأ ولم يفهمنا ما يهتم في العالم يعني إذا كان لوقع من المورة هذه الحركة التي أصدر أنها لأخلاق اللاعب الكونغو تسمى ردة الفعل بعض المرات تحدث مثلا ردة فعل مبالغ فيه أن تتبعوا بذلك الطريقة ومن بعد أن تدخلوا لعابد المغاربة يعني هنا كما قلت لكم يقدر تكون عقوبة على الطرفين ويقدر يكون نصيرتها وداخل فتل عقوبة وهذا جادي مرتدي لله قلت لك اللاعب الكونغولي تعرض لإعتداءات ماذا إعتداءات نفسية؟ ستقلل لها قد اعتداءات أو ماذا هي الاعتداءات التي صرفناها أو ضربناها أو جمعناها بنص أو ماذا نقنع عليه كيف ينق المدرب بالماضي على برحمة أو ماذا هو الاعتداء؟ ترى برحمة ستعرض للأعتداء ستكون لديه مشكلة نفسية أن المدرب ينق عليه قدام الكاميرات وقدام 31 أو 40 ألف متفرج لماذا لم ترى؟ يعني نس الحالة سبحان الله العظم هذا الكونغو يجب أنه لا يرى يومها في المسارات وقت الاعتداءات وقل يجب أن يرى ماذا يرى ولكن ماذا لي PLA لم ترى ماذا يرى أنكم هم اللاعب الجزائري لم ترى المدرب المدرب لهم قد أن يُعط له البنية قال الله عفوا أخرين وقال ليه الطفل اعتداءات اعتداءات قد نفسية برحمة وقد ليس لقرأة كاميرا وقدم الكثير من المنتخب الجزائري ولكن سرر قد ترى أن هذا الموانزين في نفسه وهو موصيح والمهم هذا شيء كامل تؤكد في الكثير من الأمور تؤكد على أنه ضربة وصلة فيكم العظم ومساكن ومحنين وبعددين والمنتخب المغربين مع الدوم هذا شيء غير الدور الأول في مباراة وتعديلنا في مباراة فما باله أن يمشون بعيد في هذه المصابقة وإن شاء الله يقتع لهم الدوم وإن شاء الله يزور حيث يمشون جهة أستراليا وإن شاء الله لا يصفرون مساكن أصلا تمحن مساكن في قطار وتعديموا في قطار هذا مقاطع كان يقولوا على المغرب سوف يدقى أس العالم سوف يحتاجح هذا شيء أكيد لنا أن يحاول أن يفعلوا أي شيء وإن كانت أي شيء وفقان ويكتبه و尽تراه وإنهار والأموال حتى يوقفوا المصار من المنتخب المغرب وعارتا بأنني سأقل أن الأخراج سيجل الحلقة مهمة داخل المنتخب المغرب والمهم مرة أخرى أخبركم أن نباحكم تقلع والحمد لله بمغاربة بمساطرنا ومعرفة بمساطرنا ثانياً سيارة ديرانية كل شيء ديرانية ان شاء الله هذه التجربة المباركة للكونغو تجربة مفيدة جداً النتيجة هي التعادل التي تجعلنا نختار المصير كما نريد أن نتحكم في المصير عكس الشخصين الذين يريدون أن يشاركوا المباركة الموريتانية ثانياً هو درس مفيد جداً للمنتخب المغرب لأنها تلغيتنا خاصة إلى وجهنا المنتخب المصري أو المنتخب التونسي وما تعرفنا قدرون أن نتلاقوا مع هذا المنتخب للكونغو وحتى المنتخب الغنية يجعلون أن يكون لديهم واحد اللاعب يجعلون هذا المباركة يعني هذا الشيء إذا كانت درس فهمناه تعلمناه جيداً جاءتنا في الدور الأول الحمد لله لما جاءتنا في الدور الثاني أو دور الرابع أو دور النصف كنا سندمع لها سوف يكون هناك صفحة هذه طويلة دعوني أخوتي العزيز من الكونغولية طويل الصفحة لهم ركزوا مع العدو الحقيقي لا تنسوا أن تنشر هذا الفيديو وتشاركه على نطاق واسع أريد أن تقطعوا الفيديو وتقطعهم واخدهم لا يوجد شيء مشكل تابعونا في حسابي في تويتر والفيسبوك كثير من الحساب لا نقوم بعمل اليوتيوب اليوتيوب قليلاً معكس ونحاول أن نحميه القناة لكي لا تزيد الشرط القناة رواك للعصاء تبليغات وقلة الدعم هذا الشيء نحاول أن نحميه لكي نستمر فيها تويتر والفيسبوك القضية فيهم سهلة والالغوريتم باقي سهل والمساج لنا يوصل بكل سهول اقلوا للصفحة الفيسبوك وتويتر كلهم كانوا في صندوق الوصف نكتفي بأدى القدر كان معكم حاتم المرابر السلام عليكم